بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معيكم مستر احمد الباشا ان شاء الله هنبدأ مع بعض وده الفيديو التاني في كنا في الفيديو الاول شرحت مع بعض هنقاش مع بعض الوقت اسئلة احنا عندنا في منزمة مجموعة كبيرة من اسئلة وكالعادة احنا مش بنمشي بالترتيب احنا يعني هنمشي باسئلة مختلفة ونحاول ان احنا ناخد الاسئلة المهمة مع بعض كل الاسئلة مهمة وكل الاسئلة دي جات في امتحانات قبل كده فاتمنى ان تتركزوا في كل سؤال وتعالوا نبدأ مع بعض اول سؤال معنا وهو من اهم الاسئلة اللي مفيش امتحان انت عارف كويس ان اي كيميكا الرياكشن اي تفاعل كيميائي بيتم بحاجة اسمها وده بيدينا حاجة اسمها برودكت يبقى انت في الاول عندك الرياكتنت والرياكتنت اديك برودكت في بداية الرياكشن خالص خلاص اتستارت في البداية خالص بيكون عندك مية في المية من البرودكت ومعندكش لسه سوري نقاسف مية في المية رياكتنت ومعندكش لسه برودكت ما انت لسه ما انتكتش حاجة فعندك زيرو برسنت اتستارت اتزيرو تاين طيب فدل الرياكشن شغال 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 لحد ما وصلت لي الاند اوف راكشن ات اند اوف راكشن نسبة الرياكتنت خلصت بقى خلاص ما عندكش زيرو برسنت وبقى مية في المية من اللي معاك برودكت لان الرياكشن خلص فهو دايما بيجي في الامتحاني ويقول لي اتستارت اوف راكشن نسبة الرياكتنت اتقدي ايه برسنت اتقلوا 100% نفس السؤال ده بيتكرر باشكال وافكار مختلفة يعني انت هتلاقي عندك سؤال مسلا يقولك ايه مع نهاية الرياكتنت كام هانت اقول لي بقى يعني مع نهاية الرياكتنت تكون كام طبع عند نهايته الرياكتنت هيكون زيرو ماذا هيكون زيرو برسنت لان هو خلص حلو اوي واحد من ضمن الاسئلة المهمة الدياريت كارنت والالترنتين كارنت ايه موضوع الدياريت كارنت يا مستر وايه موضوع الالترنتين كارنت طبعا ده ده درس او الدرس اللي هو بتاع السيلس درس مهم جدا او لازم تتذكره كنا قلنا ان في نوعين من الطيار الكهربائي نوع اسمه ديريكت ونوع اسمه الالترنتينج الدياريت ده زي اللي بيطلع من البطاري البطارية العادية اللي انت بشتريها دي البطارية العادية اللي انت بشتريها دي دي بطارية بتطلع حاجة اسمها direct current بتطلع حاجة اسمها الطيار المباشر وفي الالترنيتنج اللي هو المتردد الالترنيتنج ده بيقى رايح جاي يعني بيكون عنده variable intensity and direction انما اللي بييجي عن طريق direct current ده بيبقى constant intensity and direction فالdirect current بيكون constant intensity and direction يعني انت لو معاك بطارية البطارية دي بتديك كهرباء اتجاهها واحد وكميتها واحدة وكميتها ايه وكميتها واحدة واحنا لما بنستخدم في المسائل بتاعتنا بنستخدم اللي هي زي dry cell يعني السؤال ده محسنا اقول لك ايه زي ايه is one of example of electrochemical cell بنستخدم اللي هي البطاريات الجافة اللي احنا بنستخدمها في الريموت وكلام من ده طيب انا يا مستر كنا خدنا طبعا هدخل في الكلام ده لما نيجي نخش في الرسومات لما حط مثلا مجموعة من البطاريات مع بعض حاول تذاكر الجزئية دي عشان انا ان شاء الله هبقى يعني اتكلم معاكو فيها طيب الالترنيتنج كارنط بقى طبعا انا ماشي بالترتيب انا ماشي باسئلة كده مختلفة بس حاول تفهم انا عاوز اوصل لايه الالترنيتنج كارنط ده الطيار المتردد لما يجي في الامتحان سؤال على الجزئية دي يقولك ايه الالترنيتنج كارنط تصل ايه تقولي الالترنيتنج كارنط تقولي الالترنيتنج كارنط يبقى داالترنيتنج كارنط كان ما بين A و A كان ما بين المثال والنمثال ولا أسد وصولد ولا كابر وكاربون ولا أسد عند الكالي الأسد عند الكالي الأسد عند الكالي هو البيز على فكرة الأسد عند الكالي هو البيز بحلوة قوي دي أول جزئية أنا حاول أتكلم معاك وفيها في الـ choose يبقى الـ direct current produced from A from electrochemical cells زي ما قلنا قبل كده ده ادراي A ادراي cell طيب احنا عمالين ماشين مع بعض في الأفكار الماثماتيكا الريليشن بتاعت اومسلو A R equal V divide I طيب scientist who discovered radio activity phenomenon مين الساينتست اللي قعد اتكلم عن radio activity phenomenon وقال يا جماعة ده في حاجة اسمها radio active elements وكان درس حاجة اسمها يورانيوم يعني درس اليورانيوم يعني كان اسمه مين؟ كان اسمه بيكوريل بيكوريل ده discovered emission of unseen rays اكتشف أشاعة غير مرئية بتخرج من اليورانيوم وروح درس الأنواع دي من الـ elements وقال انه هنسمي الـ elements دي هنسمي الـ elements دي radioactive elements هنسمي الـ elements دي ايه؟ radioactive elements ده اسمه بيكوريل هنري بيكوريل واحد من ضمن الـ hormones المهمة وهو الهرمون المسؤول عن الـ energy جوا جسمنا وده اسمه فيروكسين فيروكسين ده من الهرمونات المهمة في عملية استخلاص الـ energy من الأكل اللي انت باكله طيب في اسئلة انا بسيبها اسئلة سهلة يعني انت تقعد ذاكرها مش هنقف قدامها كتير بلا هي اسئلة مهمة بس انا عشان ماشي بتسلسل معين في تفكيري طيب الهرمون المسؤول عن الـ calcium level in blood الهرمون المسؤول عن مستوى الـ calcium في طبعا كالسيتينين اسمه كالسيتينين ده اللي هو الهرمون ده طيب مين في دول من الـ radio active element خد بالك ان اللي بينتهي بـ i-um ده يبقى radio active element يعني radium, cesium, uranium iron ده بقى ده عادي يعني ده مش radio active element ده عادي يعني ده element عادي جدا يبقى احنا هنقول مين في كل دول او سوري from non radioactive non radioactive iron البقى يده طيب ام فيه هرمونات يعني ده بسلا هرمون مسؤول عن ااا اندومتريم ااا مسؤول عن انا عاوزك ترجع تاني للهرمونات وتشوف انهي ده اجابته هتكون انهي الهرمون. على فكرة اول مناسبة هتكون البروجسترون. بس ارجع لي. شوف الغده دي او الجزء ده. اه ايه اللي ما ستقول عنه هتلاقي الاجابة. طيب كالسيتونين هرمون طعم بيتحكم في سؤال من الاسئلة اللي انا كنت شفت حد سأل عليه. two factors of hereditary trait are similar in a individual. خبه لكن يعني ايه? يعني ايه ان two factors are similar? اصلا اي hereditary trait controlled by two factors. يعني مسلا انا لو جيت تكلمت عن صفة الطول والشورد. لما يكون في جين طول او يعني الكون في نبات طويل مسلا فبنعبر عنه بتي كابتل تي كابتل اللي هو طول بيور. وهو لما يكون شبه بعض يبقى اسمه بيور. او شورد بيكون تي سمول تي سمول. هو بيسألني بيقولني طبعا لو كان هايبرد بيكون تي كابتل تي سمول. هايبرد ده كده مش 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 ناقي. المهم هم بيكونوا شبه بعض يامتة? بيكونوا شبه بعض لو كان بيور. او كان مهودة يعني ايه? يعني متنحي. يعني بيختفي يعني بيختفي من الايه؟ من ال اه لو كان موجود ومعا دوميننت يختفي ويزهر الدوميننت. يعني لو كان مسلا في تي كابتل تي سمول والتي كابتال هو اللي يظهر يبقى النبات طويل الفكرة ان امتى يكونوا سيميلر لو كان A and C لو كان تكابتال أو رسيسف زي إن داينامو أي أنيرجي كونفيردد انتو إلكتريك انيرجي طبعا كانتك أنيرجي تشينج انتو إلكتريك أكسيريشن بروسس أو أكسيريشن عموما عملية الأكسرة انكريس اي برسنتاج طبعا انكريسي الأكسجن هي اسمها أكسيريشن عملية الأكسيريشن هي زيادة نسبة الأكسجين طيب طبعا فكرة الريسيسف تريتس والدوميننت تريتس لازم تحفظها يعني لازم تعرف الصفات اللي دوميننت اللي تكسب والريسيسف طبعا انت لازم ترجع تاني للكتاب وتذاكر الحتة دي ريأكشن بتوين أسل عند ألكلي ده نيتروليديشن ريأكشن طيب مندل كافرد ايه مندل غطة ايه خلي بالك لما يجي في الامتحان يقول لي مندل ريموفد مندل حزف تقول لي مندل ريموفد ستيمن طيب لو قال لي مندل كافرد غطة غطة ايه غطة للستيجما هو الستيجما دي في الوردة الفيميل او الفيميل اورجان عموما هو غطة الفيميل اورجان بهدف ان ما يحصل لهاش عملية بوليونيشن مايجيش بوليون جريم من بره ويقعد عن الستيجما دي ويتكاثر يبقى مايجيلي في الامتحان يقولي كافرد كافرد استيجما طيب الاوميتر ده بيستخدم في ايه الاوميتر ده بيستخدم فيه قياس الالكتريك رزيزيزنس ماشي قياس الالكتريك ايه الالكتريك رزيزيزنس السؤال بيقول لي السوديوم بيقول لي السوديوم ما يعودش مكان البوتاسيوم لأنه البوتاسيوم أقوى منه طب هنا برضو بيقول لي مندل كفرد إيه مندل كفرد استيجما مندل غطى الاستيجما يبقى جابت سرتي فورا يكون بي طب فيها أكسيداس إنزايم وأنا عاوزت تحفظ دي تحفظ أن السويد بوتاتو بيكون فيها إنزايم اسمه أكسيداس إنزايم الأكسيداس إنزايم ده ده عبارة عن إنزيم الإنزيم ده بيشتغل أكينو كاتاليست وهيجي لك في الامتحان كومبيليت على الموضوع ده يجي يسألك يقول لك هو السويد بوتاتو فيها إنزايم إيه تقول له فيها سويد سويد فيها أكسيداس إنزايم طيب فلما بنحط لسويد بوتاتو دي في إيه بقى في هايدروجين بيروكسايد اللي هو الـ H2O2 فكنين الـ H2O2 اللي هو كان الـ هايدروجين بيروكسايد اللي بيتحول لـ Water and oxygen زي unit of absorbed nuclear radiation طبعا سيفرد السيفرد هي الـ Unit تجربنا قبل كده من الـ Dominant Threats من الـ Dominant Threats طبعا الـ White eyes العين الوسعة العين الوسعة من الحاجات اللي بتبقى dominant في الإنسان يعني لو عنده الجين بتاع العين الوسعة أغلب الناس يعنيها بتبقى وسع غير الصينيين كده الصينيين بدقوا عنهم ضيقة شوية فـ Dominant على فاك السؤال ده هيجيلك في المدهن هيجيلك يعني أنت لازم تفتح الصفات دي هتلاقيها في الدرس اللي هو بتاع مندل ده اللي هو يونسري يعني وتقعد تحفظ Dominant Threats تشوف إيه الصفات Dominant وإيه الصفات طيب الـ Airbag بيكون فيها إيه بيكون فيها sodium acid حاجة اسمها sodium acid طيب آم كل الأسئلة دي مهمة كل الأسئلة دي مهمة وآم يعني أنا بحاول كده يعني لو أنا يعني بحاول على قد ما أقدر أن أنا يعني ألفت نظركم بس للأسئلة وإنتوا ترجعوا يعني إيه تتحاولوا تكمل الموضوع ده آم 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 بص السؤال ده مهمة جدا وين ماجنيزيوم ريبليس كابر يعني إيه ريبليس كابر يعني يطرد الكابر يعود مكان الكابر لما الماجنيزيوم يعود مكان الكابر إيه 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 اله سي إيه مع اله سي إيه ده بينتج لك اله سي إيه سي إيه سي إيه سي إيه ده لو أنت عديته على يحاول يحاول يبقى 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 The rate of breaking hydrogen peroxide increase by adding إيه لما كنا بتحط مانجنيز دايوكسايت حاجة اسمها MNO2 مانجنيز دايوكسايت speed of most chemical reaction by rising temperature اللي سبيدي يحصل لها إيه بزيادة temperature طبعاً عندك أسئلة في المنزمة متنوعة ل اللي تشوز أنا حاولت أن أدردش معاكو كده في أسئلة اللي تشوز هنكمل مع بعض كل مرة في كل فيديو بناخد أفكار مختلفة كل مرة بناخد أفكار مختلفة وبحاول أن أنا إن شاء الله مع آخر فيديو هتلاقي نفسك عارف كل المعلومات النهاردة قعدنا نتدردشنا شوية كده وإن شاء الله نكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي هخلي الفيديو اللي جاي كله وناخد أفكار ليه أتمنى أنتم لو حابين نوعية الفيديوهات دي تتبولي في التعليقات والملزمة دي موجودة في تقدر تحملها في أي وقت ترجمة نانسي قنقر